بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه والاه إلى يوم الدين موضوعنا اليوم هو خلق العفة من الأخلاق النبيلة التي يجب أن يتحلى بها كل مؤمن صادق متقم هو خلق العفة لأنها تضرف ضمن مكارم الأخلاق وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغناء فما معنى العفة العفة هي الترفع عما لا يحل وكبح جماح النفس ومنها عفو اللسان عن الغيبة وعفو البصر عن النظر إلى ما يغضب الله وعفو الفرج عن الحرام يقول ربنا جل في علاه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فالعفة هي خلق إيماني رفيع يصل بك إلى أعلى الدرجات عند الله لأنها صبر وجهاد واحتساب وقوة تحمل وإرادة قوية تدفعك نحو رضى الله وبها تبتعد عن سفاسف الأمور وخدش المروء والحياء وفي نفس الوقت هي غرس للفضائل والمحاسن في المجتمعات وقد كان من بين أهم أهداف الدعوة الإسلامية أن يترفع المسلم عن الشهوات الحيوانية والأخلاق الشيطانية لأن النفس بطبيعتها هي كثيرة التقلب وتتأثر بالمحيض وتعصف بها الأهواء لهذا كان لزاما أن يضع لها الإسلام قواعد تستوقفها وتلجمها فكان لجامها التقوى والعفاف والخوف من الله واستحضار المراقبة الإلهية وإذا أردنا أن ننظر إلى الخلق الذي تتكون منه العفة وتتركب منه أساسا فإننا سنجد أنه الصبر فلا يكون العفيف عفيفا حتى يتعرض للإختبار فكلما كانت الظروف الداعية لارتكاب المعصية أعظم كانت العفة في الصبر عن ارتكابها أعظم والعفة هي خلق الأنبياء وقد حدثنا القرآن الكريم كيف تجسدت معاني العفة في يوسف عليه السلام حينما راودته امرأة العزيز قال تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون هنا كل الظروف مواتية والاختبار سعب لأنها امرأة جميلة وهي ذات منصب وهي سيدته التي لها عليه السمع والطاعة وهي أيضا هددته بالسجن وهو شاب وأعزب ولكنه رفض وقال قال ربنا قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين هذه هي العفة الحقيقية أن تستحضر المراقبة الإلهية وأن تخشى رب العالمين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحط الشباب على الزواج طلبا للعفة وأرشد من لا يتيسر له الزواج أن يستعين بالصوم وبالعبادة حتى يغض بصره ويحصن فرجه قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ومن ثواب العفة العاجلة في الدنيا أن المتعفف عن الحرام وما في أيدي الناس يعفه الله ويبارك له فيما بين يديه ويصون وجهه عن الحاجة إلى الناس ويرزقه من حيث لا يحتسب قال صلى الله عليه وسلم من استغنى أغناه الله عز وجل ومن استعف أعفه الله ومن استكفى كفاه الله فاللهم اجعلنا من المتعففين الذين يستكفون بما رزقتهم أقول قول هذا استغفر الله لي ولكم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه آمين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر